استقبل مطار العريش الدولي طائرة مساعدات إنسانية قادمة من العاصمة القطرية الدوحة تحمل 15 طن من المواد الغذائية لصالح قطاع غزة أكد الهلال الأحمر المصري قيام متطوعيه بإفراغ محتويات الطائرة لنقلها على متن شاحنات من مطار العريش إلى مخازن الهلال الأحمر بالعريش وذلك تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البرية اشتركوا في القناة